أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة لا سيما في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وأكد مدبولي خلال لقائه مع المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة إمي بوب في العاصمة الإيطالية روما أكد على أهمية الحاجة لتطوير أليات التعامل مع ملف الهجرة واستحداث مناهج عمل تساعد في معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية وتسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين من جانبها توجهت مديرة المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين ولتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك وأضافت أن الجوار الجغرافية جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين في أعقاب اندلاع الصراع في السودان